اشتركوا في القناة بحاس التخرج بيتكلموا كمان عن حاجات زي الإدمان والانتحار بيسألوا هل الدولة المصرية هتقدر تساند وتساعد في الملفات دي ولا لأ؟ كنا بنتكلم عن أهمية الخدمة الاجتماعية بنتكلم عن أهمية الكليات والمدارس الخاصة بالكلية الفنية الطلبة بيعاني شوية أن هما بيبقوا محتاجين أن هما ينزلوا لسوق العمل وفي نفس الوقت هما ما زالوا بيدرسوا فإزاي نقدر نوفر لهم زي استثناء أن هما لما يكونوا بيعملوا أو أن هما بيكونوا رب أسرة وعندهم مسؤولية للأطفال إزاي أو إخوتهم أو أولادهم إزاي يقدروا يوزنوا ما بين الدراسة وما بين العمل استمعنا للأراء الشباب كان لهم مقترحات مهمة جدا كانت اللغة السائدة لأشباب كيفية التمكين والوعي السياسي تنسيكي الشباب الحزاب والساسيين كانت متواجدة على مدار أكثر من عشر أيام في محافظات مصر ونقشنا مع مجموعات الشباب القضايا اللي ترحوها علينا فيما يخص التعليم فيما يخص الأنشطة الطلابية وأيضا فيما يخص الدولة بشكل عام عايز أقولي النهاردة فرصة أنها كمنا تواجدت في مراكز الشباب زي ما حتواجدنا في كافة ربوع مصر سواء في دوائرنا أو حتى موجودين في الجامعات المصرية ورقاءات مع الأحزاب ونتكلم كمان إحنا موجودين في كل التواقف وكل الفئات المجتمعية علشان نسمع لهم وننصط لهم ونطلعهم على الحوار الوطني بما حاولهم النهاردة جيت أحضر مؤتمر الحوار الوطني طبعا كان لها الشرف جدا أن أحضر مع كل الفئات والسلطات اللي كانت موجودة وبنشكر الدولة طبعا على مجهودها العظيم فسمعوا رأيي الشباب اللي طبعا دوات بيعود بعائد حسن على الشباب أكيد النهاردة أنا نقشت المبادرة بتاعتي مبادرة الإبتزاز الإلكتروني والسادة النواب والأساد ذا الكرام تقبلوا الموضوع وزاهموني فيه جدا اشتركوا في القناة